عتاب ورجاء يخص الدكتورة مايا مرسي والعتاب والرجاء ده مش مرتبط بحاجة شخصية يعني مش حاجة شخصية تخص مثلاً احتياج عندي أو حد عرفه أو حاجة لا لا لكن هي مرتبطة المسألة بالحالة العامة مرتبطة بالحالة العامة ليه؟ وأتصور كمان إنه الدكتورة مايا مرسي تحديداً بخبرتها على مستوى العمل في منظمات دولية وعلى مستوى الدراسة اللي تلقتها عندها المفترض إنه عندها فهمة أكتر لحاجة اسمها إيه؟ اسمها الـ Cancel Culture الأمريكان بيسموها Cancel Culture إيه هي بقى الـ Cancel Culture؟ هي اللي احنا عايشين فيها بقى لنا الأسبوعين اللي فاتوا دول Cancel Culture ده إن اللي حضرتك أو حضرتك ما يعجبكوش نلغيه نعدمه نعدمه شخصية ما نتكلمش في قراءه أو نتكلم في اللي هو بيطرحه أو بيقوله لا يعني شريف شاف إنه في عمل رواقي لمؤلف أو رواقي مش عاجبه مش عاجبه العمل مش عاجبني العمل أي قارئ ما يعجبوش كتاب طبيعي عادي فيبقى شريف غلط وشريف مش المفروض إنه يتكلم وشريف مش المفروض إنه يعبر عن رأيه يبقى في حاجة تخص الشيخ الشعراوي الله يرحمه فيبقى الشعراوي ملاك بجنحين أو شطان نعدم بقى على طول نلغي اللي هو Cancel Culture دي نحنا نقوم بالإلغاء وكنت أتصور إنه بلدى الدكتورة مايا مرسي ما يجعلها يعني إيه محصنة ضد مسألة الإلغاء دي فكرة الإلغاء وبالمناسبة برضو دي حاجة تخص حضرتك وتخص حضرتك تخصوكم في إيه وتخصوني في إيه ما تخصنيش أنا كبقدم برنامج ولا تخصني كوسيلة إعلام ولا تخصني كبرنامج لا تخص إنه المجتمع الصحي هو اللي يتناقش هو اللي يتناقش في كل حاجة من غير ما يعدم شريف أو يشيطن الشعراوي أو يخلي ملاك أو يقدس يعني كاتب أو مؤلف أو روائي معين الفترة اللي فاتت هو دا اللي حصل فيها طول الوقت دا الموضوع دا بس اللافت وهدلنا برضو هنا بقى العتاب للدكتورة مايا مرسي وأتصور إنها ستقبل هذا الموضوع يعني العتاب في كلمة غير مصرية إيه ليها موقف ليها موقف من محتوى برامجي هل الموقف من المحتوى البرامجي دا شخصي؟ ولا رسمي؟ المشكلة في إيه؟ المشكلة إنه أنا أعرف إنه السيدة الدكتورة مايا مرسي تم اختيارها كرئيسة المجلس القومي للمرأة في قرار موقع من رئيس الجمهورية اسمها خرج في قرار جمهوري يعني كل ما تقوله السيدة مايا مرسي سياسي لا يمكن تحميله إلا إنه سياسي وإذا كانت كلمة غير مصرية قناة غير مصرية إذا كانت غير مصرية جاية في إطار سلبي فده على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي خطر على المستوى السياسي لأنه ده بعيد عن كل الأعراف الدبلوماسية بعيد عن أي نوع من البروتوكول الدبلوماسي وخصوصا كمان إنه بيبقى فيه نوع من يعني إيه تلويح تلقيح تهديد إنه إنت غير مصري يبقى إنت مش مقبول السؤال المهني هنا بقى اللي أنا ممكن أسأله هل ده موقف رسمي؟ يعني إذا كان ده خارج من السيدة رئيسة مجلس القومي للمرأة فهل ده موقف رسمي؟ لأنه معلوماتي إنه ما هوش موقف رسمي ده على المستوى السياسي وبالتالي هنا العتاب لأنه أتصور إنه خان حضرتك التوفيق إذا سمحتيلي في السياق السياسي المحل الإعراب السياسي في الموضوع غير مصري اجتماعيا بقى كمان هو ده اللي ممكن يبقى يعني إيه مش هزا أقول كلاشيهات يعني ممكن يبقى مؤذي أو مضر أو جارح ليه بقى؟ لأنه القناة دي العاملين فيها مية في مية منهم على مستوى العدد إدارة وإخراجا وتقديما وفنيا كل حاجة كل حاجة مصريين فهل يجوز الطعن في مصريتهم عند الاختلاف في طرح موضوع هل يجوز الطعن في أولوياتهم الطعن فيها مثلا عند الاختلاف معايا في موضوع ما هل الدكتورة مايا مرسي اللي كانت بتشتغل في مؤسسات دولية اللي تحملت مسؤوليات مع مؤسسات دولية ومش هنا بس بتكلم على الأمم المتحدة بتكلم على مؤسسات دولية كتير يعني هل حضرتك كنت تتقبلي الطعن في أولوياتك أو الطعن في وطنيتك أو الإشارة سلبا لعملك في مكان غير مصري اجتماعيا أتصور أنه ده كمان بوجود حضرتك على قمة المجلس القومي للمرأة لازم الجانب الاجتماعي موجود بشكل كبير وحاضر في أي شيء حرك بتذكريه لأنه اجتماعيا كمان ده معناه أنه نحن بنحجر على بعض وأنه ندين بعض لخلاف ما في الرأي وبالمناسبة إعلاميا إعلاميا يعني إنك تختلف مع محتوى برنامج يحدث مصر حقك 100% ممكن حضرتك حضرتك ما تحبيش برنامج يحدث مصر أو حضرتك ما تحبيش برنامج يحدث مصر فقناة MBC مصر ومؤسسة MBC لأنها وهنا بقى هي مش محتاجين رأي يعني هي المؤسسة الإعلامية الأكبر على المستوى العرب عارفين إنك ممكن ما تحب الشريف فتتفرج على عمر وعارفين إنك ممكن تحب عمر ومتتفرجش على شريف وعارفين إنه ممكن حضرتك أو حضرتك تقولوا القناة مش عجباني اليومين دول فما تتفرجوش على القناة ده الاختلاف مع المحتوى لو اختلفت مع المحتوى بقى على مستوى قانوني وهنا برضو دي الجملة التانية